كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون أنها اضطرت للابتعاد عن بعض أصدقائها لرفضهم الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا وقالت أنستون البالغ من العمر 52 عاما في حوار مع مجلة أنستون في عددها المقرر صدوره الشهر المقبل إنها ليست لديها وقت لمعارض اللقاحات أو الذين لا يستمعون للحقائق عندما يتعلق الأمر بالعلم وأضافت أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستاندون في موقفهم على الخوف أو الدعاية وقالت أنستون إنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار لكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة للاستراحة وأكملت كان يتعين علي أن أتوقف عن متابعة الأخبار لقد كنا نتابع الأخبار ونشعر بالإرهاق والخوف خلال الجائحة لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوما ونسمع خبرا صارا وأضافت ما زالت هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق إنه أمر مخزن وكانت أنستون قد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في ماي الماضي ونشرت النبأ على صفحتها موقع إنستجرام وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم على الحصول على اللقاح المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابعونا وفلاشين يوتيوب وبرتجيوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش دير الجام